على أعتب أزمة أخرى، تتدحرج العملية السياسية المأزومة في العراق عوائق كثيرة تفتح صراعاً بين الأحزاب على كل منصب في الحكومة المقبلة. البرلمان الحالي فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية عقب فشله بعقد جلسة الانتخاب الرئيس الاثنين الماضي بعد مخاض عصير على منصب يعد شرفية، فكيف بالمناصب السيادية؟ المحاسسة الطائفية والحزبية التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق جعلت من رئاسة الجمهورية حصة الأحزاب الكردية، والأخيرة لا يبدو أنها وصلت لتوافق على شخصية محددة عقب استبعاد هوشير زيباري مراشح الحزب الديمقراطي للمنصب، يقابله مراشح الاتحاد الوطني برهم صالح الذي يصر حزبه على ترشيحه لولاية ثانية. وكالة رويترز قالت أن رئيس الجمهورية كان ينتخب بالأغلبية في الدورات السابقة، ولكن قرار المحكمة الاتحادية بحتمية تصويت الثلثين يضع القضاء تحت طائلة الاتهام بدفع المشهد نحو خرق التوقيتات الدستورية، وإعادة سيناريو الثلث المعطل في لبنان، الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية طويلة لامت. أزمة رئاسة الجمهورية تتوسط أزمات أكثر قتامة، فهناك الكتلة البرلمانية الأكبر وهي محط نزاع بين الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات ومقتدى الصادر. وتلك معضلة يتولى حلها قائد فيلق القدس الإيراني اسمعيل قآني، الذي واصل جولته المكوكية لرأب الصدع بين ما يسمى بالبيت الشعي ورص صفوف حلفاء طهران مجددا. لتتفرغ الكتل السياسية بعد ذلك إلى صراع قد يطول لأشهر، كما جرت العادة حول منصب رئيس الحكومة المقبل. حزمة خلافات مركبة أوصلت المشهد السياسي لطريق مسدود قد يدفع البلاد إلى دوامة عنف لا منتهية طالما أن الاحتكام للسلاح هو العرف لدى الأحزاب في العراق الجديد.